لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج العملاق ولكن هل تذكر الحلقة الأولى حين ناقشت الناشط السياسي ثم ناقشت الأستاذ الجامعي وسألتهم عن سبب تخلفنا المقزز رح نحكي لك القصة بالتفصيل أولاً التقيت بالناشط السياسي وذهبنا إلى مقر الحزب السياسي نشرب قهوة ونقصر كما نقول حتى وصلنا إلى سؤال مهم جداً وهو ما سبب تخلفنا فقال لي يا دكتور الحكومة هي السبب قراراتها ارتجالية وضعيفة قلت له وش تقصد ارتجالية يعني فقال لي هناك ضعف في التخطيط وسوء في توجيه القدرات البشرية والمادية الموجودة فهل يعقل دولة بحجم قارة كما الجزائر تستورد كل شيء بينما هناك دول أصغر منا حجماً وسكاناً قادرة هذه الدول على تغطية حاجياتها بينما نحن لا فقلت ليه وش هو سبب ضعف التخطيط حسب رأيه فقال لي عدم توظيف الكفاءات والأكفاء ملاحظة نقول الأكفاء وليس الأكفاء لأن الأكفاء مجموع كفيف والأكفاء مجموع إنسان كفاء قال لي لا نضع الشخص المناسب في المكان المناسب وكان في كل مرة يستشهد بالقوانين أو بقصة معينة ليثبت كلامه لكن السؤال المهم الذي راودني ماذا هي؟ ما هي الكفاءة؟ كيف نقدر نقول أن فلان كف وفلان غير كف؟ وهل المظاهر خداعة؟ هل التسويق أحياناً يخدعنا أن فلان كف وبعد يظهر ما هوش كف؟ ثم قال لي ما يزيد الطينة بالله يا دكتور هو الحجم الهائل للفساد والمفسدين يعني أموال الخزينة العمومية أو المال العام وما أدراك ما المال العام أصبح الجميع ينهبه بدون وجه حق قلت له كيف ذلك؟ قال لي أنت طبيب ورح نعطيك مثال في مجالك بش تفهمني مثلاً مدير مستشفى عمومي سيفتح مناقصة معينة في أحد الوسائل التي تنقص المستشفى المدير سيتفاهم مع ممول أو فورنيسور مقابل تضخيم الفاتورة والفائض يتم تقاسمه بين المدير وبين الممول وأحياناً الممول يقوم بشراء سلعة رخيصة بسعر رخيص ويضخم الفاتورة بش تكون الفايدة كبيرة ثم قال لي وكذلك يحدث الأمر في جميع المجالات بل هناك مشاريع تنجز على الورق ولكن غير موجودة في الواقع هنا أصبحت في حيرة حقيقة سؤالي هذا تعطلت البلاد عن عشرات المشاريع التي كانت ممكن ستعفين من التبعية الاقتصادية للغرب التبعية الاقتصادية للدول الكبرى شيئاً فشيئاً ولنا نتكلم عن البيروقراطية قطلوا البيروقراطية موجودة في كل دول العالم وهو منهج إدارة طوره العالم الألماني ماكس فيبر فما الغريب إذن؟ ما الغريب أن البيروقراطية في بلادنا ارتبطت بشيء سيء في عقولنا قال لي البيروقراطية اليوم ثقيلة تعطل كثيراً من المصالح فكم من مواطن عند ملف عائل أو ملف مشروع أو ملف مؤسسة علمية أو ملف مريض بقي معطلاً عدة أشهر بسبب عدم نقل الملف من مصلحة لمصلحة بهيد الموافقة فقط فلماذا نذهب للرقبنة؟ ما الذي يمنعنا أن نذهب للرقبنة؟ قلت له كلامك صحيح هذا أشبه بمكابح ديفران يمنعنا انطلاق الجزائر لقد استطاع صديق السياسي أن يقنعني لكن بعد تفكر وتدبر وتأمل وجدت أن كلامه يبدو سطحياً نوعاً ما لذا ذهبت إلى صديق آخر وهو أستاذ جامعي وجلسنا معاً في مكتبه وطرحت له بالتفصيل ما قاله صديق السياسي كان رد الأستاذ الجامعي كالتالي قال يا دكتور هذا التحليل سطحي للأحداث يجب أن نتعمق في قراءة سوسيولوجية ونفسية للإنسان الجزائري وكيف يتم صناعة هذا التخلف فقل له ما رأيك بمشكلة الارتجالية في التخطيط يا أستاذ كالرد الأستاذ لنفرض أنك أنت وزير وأردت العمل ولديك صلاحيات كبيرة جداً وبدأت تصدر قرارات وأوامر ولكن المواطن الذي يعمل في المصلحة في ولاية داخلية أو في العاصمة أو في شركة وطنية أو حتى في شركة خاصة يأتي لوقت العمل على الساعة التسعون الصباحاً ويعمل قليلاً ثم يخرج للغداء ثم يعود حوالي الساعة ثالثة مساءاً ليخرج من العمل حوالي الساعة الرابعة الرابعة مساءاً دون أن يقدم شيء أو قيمة مضافة فما قيمة الأوامر التي تعطيها إذا كان هذا المواطن لا يحب العمل لا يحترم قيمة العمل أو لا يعمل أصل قلت يا أستاذ هذا إشحاف يعني هذا إشحاف حق الذين يعملون بصدق وأحياناً يعملون أكثر من الجميع لتغطية النقائص وتقديم خدمات محترمة وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع ولشركاتهم وأسساتهم قال للأستاذ يا دكتور هؤلاء الذين تتكلم عنهم قلة في المجتمع وإلا ما تفسيرك لضعفنا الاقتصادي والعلمي يا دكتور إحنا شعب ما يحبش العمل ولا يحترم هذه القيمة الأخلاقية العظيمة التي تبنى بها الأمم والدول نحترمها نظرياً لكن في وقت الممارسة لا نحترمها حسوا أن الإنسان الخدام فسد علينا قلت له يا أستاذ تعالى نناقش موضوع الفساد قال الأستاذ المشكلة لا تكمن في الفساد في حد ذاته وإنما في الرغبة الكامنة داخل الإنسان الجزائري حتى يتمكن منه قلت له هذا التعميم يا أستاذ والتعميم فيه كثير من الظلم رد الأستاذ الجامعي قال يا دكتور أنا قلت هناك الكثير وليس الكل الكثير ضد الفساد مدامه لم يستفد من الفساد وبمجرد تأتيه الفرصة فهو يستغلها بلا هودة فكم من شخص كان يقول لا للفساد لكن لما جاءته فرصة رشوة لتمرير وثيقة أو الحصول على الوظيفة أو الفوز بمناقصة اقتصادية فإنه مباشرة يقوم بها ويبرر لنفسه ما فعل ويبرر للآخرين قلت له إذن يا أستاذ حسب رأيك ما كانش مسؤول يقدر يكون فاسد لو لأن المواطن غير صارم مع مغريات الفساد ولكن الفساد موجود في كل دول العالم أنا قريت تقرير سنة 2018 للبنك الدولي يقول أن قيمة الرشوة الدولية التي دفعت في السنة تقدر بـ 2% من الإنتاج العالم وأكثر من 10 مرات من قيمة المساعدات الدولية التي قدمت في نفس السنة فلماذا هناك دول متقدمة ونحن بقينا متخلفين أليس هذا يدعو للحيرة فعلا؟ قال الأستاذ يا دكتور الفساد والرغبة الكامنة في المواطن للفساد إذا ما جاءته الفرصة تؤخرنا عن الجودة في الخدمات الصحية والخدمات الاقتصادية وجودة التعليم وغيرها وكون الكثيرين في العالم فسدين لا يجعلوا الفاسدة على الحق لأن الفساد والرشوة والطرق الخاطئة لا يمكن أنها تبني بلاد ولو بعد 2000 سنة ماذا عن البيروقراطية؟ أليست البيروقراطية منهجية إدارة معروفة عالميا؟ لماذا عندنا تعتبر مشكلة؟ ماذا عن البيروقراطية؟ أليست البيروقراطية منهجية إدارة معروفة عالميا؟ لماذا عندنا بالذات تعتبر مشكلة؟ أستاذ الجامعي قال لي يا دكتور البيروقراطية تحولت عندنا إلى ثقافة إلى ذهنية إلى ممارسات عند الأشخاص فالمواطن هو الموظف في المستشفى وفي المدرسة والإدارة والشركة ما دخل الحكومة حين يعطل ملفك مواطن أو مسؤول في مصلحة ما في إدارة معينة إذا كان هذا المسؤول عنده عقد نفسية كحب الظهور، حب الشعور بالعظمة، حب الاهتمام أو يحوس على رشوة مالية أو يحوس على المحسوبية قد له إذن حسب رأيك أصبحت المصلحة الشخصية مشكلة فرد الأستاذ المصلحة الفردية في وطننا تتعارض مع المصلحة العامة والأغلبية أننيين يحبون أن يخدموها حتى لو تحطم الجميع أنا ومن بعد الطفان ويقول لك هذا حقي في الجزائر ونحن يوما بعد يوم نغذي هذه الروح الفردانية في كل إنسان جزائري وهذه الثقافة الأحدية في كيان الإنسان الجزائري في الأخير بعد تأمل وتفكر وجدت أن كلا الكلامين على صدق لكن يكملان بعضهما البعض في حلقة مغلقة ومفرقة تؤدي إلى ترد الواقع يوما بعد يوم وتزيدنا تخلفا يوما بعد يوم لكنهما لا يفسران السبب العميق والعلاج الحقيقي لهذه الظاهرة لأنهما ببساطة تعتمدان منهجية وصفية للواقع وليس تفكيكية وتحليلية للواقع في الأخير رسلونا على قناتنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك أعطونا آراءكم وتحليلاتكم وشاركوا تشوفوا السبب وتذكر أن همنا الوحيد هو جزائر حرة ومتقدمة فكن مسؤول وشارك الحلقة مع أصدقائكم ومع أحبابكم لتصل رسالتنا نلتقي في الحلقة القادمة